على نحو غير مسبوق تصاعدت وطيرة المواجهات في معركة الحديدة وفقا لمصادر محلية فإن جبهة شرق المدينة شهدت اليوم اشتباكات هي الأعنف منذ تجدد المواجهات قبل خمسة أيام اشتباكات مباشرة في أغلبها استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة ولا تزال وإن بشكل متقطع في محيط جولة المطاحن وشرق شارع الخمسين وصولا إلى الأطراف الشرقية لحي سبع يوليو قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تبدو عازمة على استكمال تطويق المدينة إذ لم يبقى على ميناء الحديدة إلا حوالي خمسة كيلو مترات ولم يبقى من منفذ للميليشيا للنجاة إلا نقطة الشام شمال المدينة التي لا تبعد عن مسرح المواجهات أكثر من أربعة كيلو مترات فقط انكسار عسكري ونفسي تعيشه ميليشيا الحوثي في الحديدة جعلهم يصعدون ضد سكان الأحياء الواقعة على خطوط النار كالربصة جنوبا وسبع يوليو والخمسين شرقا قامت الميليشيا باقتحام العديد من المنازل واعتلاء أسطحها والتمترس بالسكان ومنها يتم إطلاق مختلف القذائف ليدفع المدنيون الثمن تكتسب معركة الحديدة أهميتها العسكرية والاقتصادية لأن سقوطها سيمثل انكسارا للميليشيا كونها أهم المصادر الإيرادية التي يعتمدون عليها لتمويل ما بقي من جبهاتهم المتساقطة